الفيلم كيف دف ميري كان بالاخص مني كانت العصابات كتحكي من المدينة كاملة غادي بنا واحد الراجل اللي اسمي تولوك غادي هربان حقاش العصابة تابعه كتيري فيه ولكن هو اللي جبد معه مصداع حقاش قتلوا له ولده وبغاهم يتضربوا معاه باش ينتقم له تبعوه بالطنوبيل وقدربوه فيه بالقرطاس حتى وصل لواحد الزنقق ما كتخرج هنا في نزل واحد من العصابة جبد الفردي ويتيري فيه ولكن عنده ظهر حقاش جيت الإسعاف ونقضيت لي حياته بقى ما مات ولكن الضربة اللي فيه خاطرة دخلوا الغرفة دي العمليات وحده اللي هي الرصاصة بالعنق دياله ولكن طبعا يبقى يعني من واحد المشكين ممكن تبقى تهضر حقاش الأحبار الصوتية كلها تقطعات داست المدة لوك ولم زيان ولكن معناويا بقى متأزم حقاش الولده مات وممكن يرجع أما الزوجة دياله وقفة معاه وقفة ديالرجال وكتحاول تساند فيه في الأزمة اللي يزمنه من يناد دخل طوالات هنا في انت عصب بزيف حقاش على فراثه مبقاش غادي هدر او يخرجي صوت بقى كي غوط ولكن صوت مخرج انا السباطة اعجبت ليه واحد الآلة هاد الآلة كيستعملوها الناس تهم اللي بشوليهم الأحبار الصوتية ولكن من خير هاد الآلة هاد قدروا يتواصل مع الناس في الولوك مبغاش يديرها ولكن الزوجة دياله وقناعته وقالت ليه لما تدرشيهاش ممكن تتواصل اناوياك خرج من المستشفى من يوصلوا للطار مبغاش ينزل من الطنوبيل مارتو قاتلي علاش كلام يمكش لي ينزلوا ندخل لها الطار هذه حقاش عندي واحد دكريات مع الطافل دياله كذلك مارتو قناعته باش ينزل من الطنوبيل ينف ونزل ويتماليه الجردة هات الجردة هاد هي فين كان يلعبوا الابن دياله تفكر اللحظات الزوينة هنا في نبدأ كيبكي وفيش دخل للطار الزوجة دياله قاتلي يشوف ماشي مشكل جميع العائلات كدزوا من هذه المرحلة هذه وبالاخص احنا عيق لي الله مات لنا ولدنا بقداوي معه كتفكر في الدكريات مع ولده هنا فينطلع ليه الدم ونظر يهرس في كل شيء اوض الله كاف ما بقاش بغير يخرج منه قاعة عاطية غير الشراء وحد اللحظة جاشه الخنقة في الطار هو يقول مشي مشكلة نطلع للجردان كليس فيه واحد شوية مني كان مريح هنا فين تفكر اللحظة فين مات ولده ونعرفوا السبب كيفاش مات كان جوجل العصابات مضاربين بالفريطة اما الابن دياله كان كيلعب مع ولاد الجيران وهذا النار هدق وهو العيد الكريسنس العصابات كونك تضاربوا الفريطة ولكن بالغلاط عجي قرطاسة في الابن دياله هنا فين مات انفو تفكر هذا الشيء هو ينزل لك اعرف بانه خصوه ما يبقى عيش بحلقته وخصوه يجمع راسه وانتقى من الابن دياله من النهار هذا اعرف راسه بانه وغير يدخل الحرب مع العصابات هو يرجع الواحد مفتش ديال الشرطة كان جاء عنده مني كان في سبيطان بشي عنده المكتب قاك يتسنى فيه ولكن قبل ما يدخل المحقيق لو قد ربع الواحد تصور وهذا التصور هدو هم ديال العصابات اجب التليفون وصورهم كاملي باش الى العدالة لما خادش الحق دياله يتص عرف هو ياخده بايد دياله وهو يخرج من المكتب يلا بغي يطلع فلاسانسير وهو يشوف المحقيق ولكن ما هدروش مع بعضياتهم تبادلوا غير النظارات هنا المحقيق عرف بان لوك غد ينتقم غير بايده وهو ياخد الحق ديال ولده ارجع الواحد كافين كي يسكن على لوك تصور كاملين وبدك يخط باش ينتقم منهم واحد مواحد ومنهار هذا بدك يتريني باش يكسب الصحة دياله ويعرف كيفاش ينتقم منه وماشي غير هاد الشي بشك يتعلم كيفاش يتضرب بالفردق ويعرف يط بالقرطاس ومن بعد هاد الشي كامل بشوي اخد الاسلحة وخزنه في الكاف الزوج دياله وشافت هاد الشي بطبيعة الحال غدي بقى فيها الحال حقاش هي كتبغي وما بغيت وش توقع لي شي حاجة ولكن وخاها كاك قرات بانها عدت نتفاصل هي وياه ولكن لوك ما عندوش موجك يلفت شي حقاش قرار واحد لانه في باله هو ينتقم الابن دياله لبشر الواحد البلاسة باش يبدي يتدرب كيفاش يزوك الطنوبيل مزيان وبقى على هاد الحال المدة قدية تلت شهر هنا عرف راسو بان نصاف راسساعد باش يدخل الحرب مع العصابات انا في قرر غدي بشيل المقر دل العصابة طلع الواحد الصلاح وبدك يشوفيه من واحد المينطار وكذلك اخذ تصاور دياله رجعتني اللاكاف وعلق تصاور دياله مكامل وبدك يتريني قدامه حقاش هالتصاور كعطيه الحافيز باش يزيد انتقم الابن دياله بقى كي تدرب لوك حتى ولا موح تريف واحد نار خارج من السوبر مارشي ويبليه واحد دري صغير هالدري صغير فوتوكوبيد الابن دياله شتو يبدي على الن فيه ولكن الام دياله الطفل هادا خافش من لوك ويدقول لي شوف بعد من ولدي كحساب لي انه غدي او اللي يخطفه ومنك الراجع للطنوبيل هو يبليه واحد الفرد من العصابة وكذلك هو واحد الفرد اخر يفرق الفلوس اللي يدري الصغير هنا لوكش بده واحد الموس بغي يكون مساعد باش انفوه شي واحد من العصابة يبغي يجي ادي يلقاه موجود ولكن ما قدر يدير والو حقاش باقي خايف هنا في نعيش واحد راجل من العصابة وغادي يضربه وغادي يبدي يكو بوليه في المناطق هنا لوك طلع عليه الدم هو يرجع للاكاف بقاك يتريني وبقاك يفرق في الغطاب دياله كامل غير في لونتريم ولكن الغد في الصباح في قرر يدخل واحد المنزل للواحد من العصابة دخل عليه هو يشده هو يلوحه من الفوق حتى طاح من يطاح جا شده وخوي يصخف من يصخف الزق هو يكتوف للاكاف دياله ويجبد لي واحد الوراك اللي يعطي يجب لي جميع الجرائم اللي يدركهم كامي في هاد المدينة هادي ولكن هات الشخص من رئيس العصابة غفل لوك وهو يضربه من يضربه بالموس في رجله لوك تعصف هو يجب دلموس ويبقى يكتوف فيه كامل وكان هدا اول واحد من العصابة اللي غادي ينتاقم منه انا في نقرر بانه هم الغدة غادي بجي ينتاقم منهم واحد واحد اما الغد في الصباح سبق المقبرة مش يزور الابن دياله ودالي معه هاد الكادو هاد الكادو هاد كان بقي يحطي لي نهار العيد الكريسمس اما المحقق وصلته واحد الرسالة اللي كاتب فيها لوك غادي ينتاقم من العصابة غير بوحدك واحد واحد وهاد الرسالة هدي فيها واحد لي اسبي مني شغلة في الحاسوب طل تعالي جميع التساور للعصابات ومني كان راجع للدار في الليل بنت لي هالعصابة شدين واحد دريك يعطيه عليها انا لوك مبغاش يدخل وبدأ غادي واحد شوية ويتنادم مع الحال ويرجع بالطنوبيل ويدخل فيه وضربهم بالموس واحد فيهم يلا بغي تشيري في لوك ولكن لوك ما كان تدرب من زيان ولا سريع ويشبد المفردي هو يشيري فيه ولو ورقت له ومشي غير هاد الشي لوك شد لي هم الاصابع ديالهم وقطعهم وهو يبشي المقرد الرئيس العصابق هو يلو حمليه في واحد الكيس البلا اما البوليز قادروا يدخلوا الهناية هنا لوك تتساغل الفرصة وبدأ كدرب فيهم كاملين اللي جاء قدامه كتيري فيه ولكن واحد الراجل من العصابة قجب التليفون وبدأ كيصور في لوك ولكن لوك شافه هو يدخل فيه بالطنوبيل حتى قتله هو هز تليفون اللي كان كيصور به انا في نعرف رائس العصابة بان لوك هو اللي بغي ينتقم الابن ديالو هو سيفط الرسالة لواحد الراجل من العصابة معاه بانه خاص يقتل لوك ولكن لوك مني شافات الشخص هذا قداز من قدامه بغي يستفزهم هنا يبدو أن يتطعفوا بعض ذياتهم وتبعوهم بطنوبيلات ولكن لوك كان متلين يمزيان اما المحقق قادر بانه خاص يعاون لوك حقا الشرطة لا يمكنك التدارب على العصابات او اللي تشدهم هنا في نقار خاص يبشي عنده بشي يعاونه اما لوك بشي المقر للعصابات بغي يبدو التدارب معهم ويصف فيها لمواحد واحد حتى يوصل الرئيس للعصابة دخل المقر ديالهم وبدأ كيدين في القنبلات وفي الأفخاخ ولكن واحد من العصابة شاف لوك بدك التدارب معه هو يتيري فيه بواحد القر هنا هنا في انجاب المحقق وبدأ كي يقعون فيه ولكن لمحقق هو قد دربت فيه الصديقة ديال لائس العصابة ولكن لوك انقدل حياة ديال المحقق ولكن احد نقضو رئيس العصابك تيرف المحقق بقاطعة ل propriك يشل الكرش ان لوك جمع القوة دياله كاملا هو يتبع رئيس العصابة رئيس العصابة يشبر الفردي يبقى كي تيري فيه لوك لمات يكن حقا الشرطة يجب ندر صدر رياق اللي تحميه من الرصاص ولكن الله قرم ما نقومي يجب يتيري فيه المحقق وينقد الحياة د ديالو. حقاش ديك التربة اللي يخد في كرشو ما قتلعتوش. من يتراف رئيس العصابة. لوك ناضب. وهو يشنق عليه بايده وبقاش عانق عليه حتى ماش. وكان هده هو الانتقام اللي دار له. ومن يسلم على الانتقام ديالو. سيفطر رسالة للزوجة ديالو. وقال لها فيها. ما كاش غد يقدر يعيش وما انتقمش للعصابة. وكان تمني نكون انه هو الزوج الميتال. ولحد هنا قسال الفيلم ديال. يلي عجبك الملخص خلي ماكوحد تعليم. ما تنساش قابوني واجامل الفيديو. باش كل نهار مع التساعد يوصلك للجديدين. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر